نبيك مو أرنين داتك إلهي وشعليه وداتك تلكودا قعن قبطة أما الداتك أهل كيسيو إنتا قروق عن قبطة لكن نبيك وشي للهي وشعليه داتك أنفع أنفع أنفعهم للناس Why? Because كلنا عبيد الله كلنا عباد الرحمن We are all the servants of Allah سبحانه وتعالى أضوهما إلهي بين كلنا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قَالَ وَفِي كُلِّ قَلْبٍ رَطْبٍ صَدَقَ Every living being Every beating hearts When you do them a favor It's a sadaq for you وَدْنَوْوَلْا النُّرْبَ قُفْوَلْا النُّرْبَ وَحْوَلْا النُّرْبَ مَرْكَدْ مَعْرُفُ السَّمَيْسِدُ أَتْقَاكُمْ On the day of يوم القيامة Allah will not look At your shapes and colors Allah will not look If you're from that tribe If you're from that country If you're from that color No يَقُولُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ لكن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى قال أحب الناس أنفعهم للناس so the man was smart enough the Sahabi was smart enough he did not walk away with that he did not say that's good and walk away but he said وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَمَلْ كُفَرَ بَنَيْن ذِكْرِ بَاچِرَةَ حَجْ بَاچِرَةَ صَدَقَاتِرْتَ صَلَاتِ بَاچِرْتَ قُرْآنِ بَاچِرَةَ مُحُو إِلَهَي عَمَلَ لَضَى صَوَدًا مَرْكَ لَسْكُصَوَدُّ دُّوُبُ مُحُو إِلَهَي وُجْعَلِيَ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ Now he's saying to the messenger of Allah you know there are many ways of pleasing Allah there are many ways there's many different ways of doing and performing deeds but I want to know the best the one that Allah loves the most I know for those of you who heard this hadith for the first time your mind went all over the place except what the messenger of Allah said قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمُ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمُ look أَحَبُّ الْأَعْمَالِ أَلَيْسَ الْجِهَادِ مِنْ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ yes الحج القرآن yes but the messenger of Allah picked something that we can all do equally if you cannot physically perform jihad if you cannot financially perform hajj if you cannot read the Quran messenger of Allah said none of that but what you can do is سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمُ joy that you bring to a Muslim عَمُلْكُ إِلَهَا يُغُّشِ عَلِيهَ وَهَمْحَيْ حَدِيثِكَنْ عَمُلْكُ إِلَهَا يُغُّشِ عَلِيهَ وِحُّ لِنَفِيكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَرْحَدْ أَدْوُسَوْقِلِ وَلَا الْكَا وَيِّيهِ مَا هَيْنَدْ لَعَكْسِيهِ أَمَّا وَحْكَ لُوَيْنَدْ مُوْدِسِيهِ أَمَّا وَيْنَدْوُسُوْحَدْ جِدِينَ أَمَّا وَيْنَدْ سُوْحُّ إِلَهَا يُغُّشِ عَلْيهَ وَهَمَّا حَيْ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمُ كَفَرْحِ وَلَا الْكَا إِنْتَ بَيْكَا قَادَنَسَ إِنَا دِيكَ فَرْحِي سِدْ إِنْتَ بَيْكَ قَادَنَسِينَا كَفَرْحِيُّ مِي أَذَكْتَ هِمَا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وَتَبَسُمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَ SMILING The face of your Muslim brother is a sadaqa, is a charity for you It's a charity وَحِيَرْوَيَنُ قَبَنْكَرُ أَدْوَدْ قَبَنْكَرْتَ أَصَقُوا قَبَنْكَرَ أَيَدُوَيْ قَبَنْكَرْتَ كَغَنِكَ وَقَبَنْكَرْتَ كَفَقِيرُكَ وَقَبَنْكَرْتَ كَحَنُونسَنَيَ وَقَبَنْكَرْتَ Everyone, كلِّن وَيَنِسْكَ فَرْحِنْكَرْتَ لَكِينَ وَفْيُرْسَا إِنَكَ مَرْكِينَ وَرْحُنْ مَقَلُوا مَأْشَاءَ اللَّهِ طَبَارَكَ اللَّهِ وَأَرْحُنْكَ 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 هبل انكي سيبا كحو ماضي والله فيدينا يا همانتي وينوفيدينا لكننا سيجعل فرحين لها إيواناك سنة ما فيدينا we're all eager we're all quick to spread bad news something happens something negative happens we are willing to circulate we are willing to talk about it becomes a social event but when good things happen هبل القرآن كيبي الميس هبل انتبال لغو قرس ما شاء الله تجارد واناك سنبوها وحاوينو we know we don't rush to it once رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر عن أبو بكر رضي الله عنهما they were coming back they were coming back after Salatul Isha so the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم while they were passing by the masjid through the windows he heard in the middle of the darkness there's no light there's no sun after Isha through that he heard a recitation of the Qur'an beautiful recitation of the Qur'an so the messenger of Allah came closer to the window and he looked inside of the masjid and he saw this young man with complete devotion and sincerity and khushroom performing Salat by himself not to show off for anyone else not to impress anyone else but to please his Lord so the messenger of Allah listened to the recitation of this young man and Abu Bakr and Umar are standing on his sides and when the young man finished his recitation the messenger of Allah turned to Abu Bakr and Umar فَقَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ قَطًّا طَرِيًّا كَمَا أُنْزِلْ فَلْيَقْرَأَ قِرَاءَةِ هَذَا Subhanallah you know عجيب Abu Bakr and Umar have been son radiyallahu anhu and the Prophet Allah sallallahu alayhi wa sallam the Prophet said after the salat al-ishaa the mercy of the salat al-ishaa that took us he said 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 Abu Bakr and Umar nebigo wuxu arkay daqadda wuxu kammaqlai qufqor anku l-liha akhriya masajidka qira awwana aksan wuxu arkaya dhal niya ra'ah ukehligis ketu kaniya awan ida dan kalahain ida daqe sin tan kamalih ida da'wanis adhan kamalih ma ba'arkayyo wa gud'ur wa habayn wa madaw marku yinan ki Qur'an ki dhammeyi ayyuu nebigo kutchehiste Abu Bakr ya Umar s.a radiyallahu anhu ma wa sallallahu alayhi wa sallam markasuyili qufki dham'a inu Qur'an ka u-akhriyo sidi u-soddagi u-soddagi yarka sidi u-akhriha u-akhriyo that's wa sharaf inu nebigo u-kulahadu u-kulahada s-sahabada yarkas sidi u-kur'an ka u-akhriya sidi u-akhriya u-akhriya u-kabarta wa sharaf it's an honor for that young man qala Umar uf yursa Umar u-hiyiri habinki man sayhanin waayu u-huu sayhan waayu u-hud-dona ya inu asagu wa nukudu qufka kaffar hiyya walal ki inan kail u-kufka kaffar hiyya aywarka u-shayga kyu u-khurrayy yibu doni yinu nukhda wa nsugay marka ayy fajr soog abba chaday yani marka an masaj kaila taqin ayyam ku'a rribu kurgiisi wa ngarang albaq أقول ما تسمعون استغفر الله دلك فاستغفروه إنه الغفور رحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهادي حتى أتاه اليقين ورفع راية لا إله إلا الله to complete the hadith the hadiths have many elements but I will only pick three of them one is done, two to come the second advice that the messenger of Allah gave this young man he said after he said sururun tudkhilhu ala muslim qal aw takshif anhu kurba aw takshif anhu kurba he said the second best deed is to remove difficulty for a muslim not to create difficulties for him not to throw difficulties in front of him something that I learned in Africa that you know we love to make things difficult for each other we love to cut each other but the messenger of Allah is saying one of the best deeds is for you to remove difficulties from a muslim brother or sister and if you remember في حديث صحيح مسلم السنة لأبي داود والترميد وابن ماجا the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن وفي رواية عن مسلم قرب من قرب الدنيا نفس الله عن قربة من قرب يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم on that day if you remove a difficulty from a muslim Allah will come to your aid on the day of يوم القيامة and he will remove difficulties from you see that day you know my brother is right here will not benefit me on the day of يوم القيامة my son is right here will not benefit me your child your wife your sons your daughters your wealth none of that would help you but what would help you is a معروف that you did difficulties that you removed from a mu'min نبي وحلي صلى الله عليه وسلم وحييلي طلبات عملك وكيلي عمل وناكسا وإلهي جعل ييتوس طلبات بوهيلي إنه قف لبان لبتاعتك قادد قف وحييلي أخذنا نبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذن يقول لك المصطر و المتاحات التي عالتها الى الهي يوم القيامة السابعة التي تصبع이 صوتها تصبع الظوالي تصويش تصدح هذا وحي للنبي صلى الله عليه وسلم وَلَا أَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِّي فِي حَاجَةَ وَلَا أَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِّي فِي حَاجَةَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَا نَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ هَذَا الشَّحْرَةَ كُلْ عَلِيَّ حَدِيثَكَ قَيْبْتَنْ وُحُلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَيْبْتَنْ أُفِّرْصَدَنْ وَحُلِ إِنَا وَلَالْكَي أُكَّعُهُ وَنْوَحْلَسُوا قَبْطُهُ أَيَّا إِيقَ فَضْلِ بَدًا أَنُو نَبِي مَحَمَدًا صلى الله عليه وسلم ما سعيد راكي أَنُو نَبِي مَحَمَدًا وَحَا إِيقَ فَضْلِ بَدًا إِنَا وَلَاكَ الرَّاعُوَ أَيَّا كَفَضْلِ بَدًا إِنَا المَسَاجِدْ كَيْجَ بِلْكُ اِتِكَافُ بِلْ مَرْكَو يَنُو نَكُو اِتِكَافُنُو إِنْتَيْنُ قُرَانِ يَرَأَ خَرِسَانَةً هَدَا هَيْبَلْ يَرَحْمَنَا إِنْتَيْنُ قُرَانِ يَرَأَ خَرِسَانَةً مَنِسْكَ صَيحَنَّا وَنِسْكَ عُنْتَيْنَا وَنِسْكَ صَوشَالَيْزْجَرَيْنَا لكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم مَرْكُ اِتِكَافُ قَلِيْشِرَيْهِ خَيْمَدِّيْسُ قَلِيْشِرَيْهِ يَعْوِ مَنْ شِرَيْهِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَا مُرَاجَعَةِ الْقُرْآنِ أَيُّ جِبْرِيلَ لَسَمْنَيْشَى الْنَبِقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَحُكُ لَيْهِ بِلْن إن النبي محمد يَعْوِ اِتِكَافًا مَسَاجِد كِيْسَ مَسَاجِد كِيْسَ وَحَكَ فَضْلِ بَضَن إِنَا دُوَلَالْكَ أُرَّعَجِدْ حَاجَدْ يَرْ هذا سؤال مميس وحي يرْ نبي قناب مُعْرًا حاجَدْ وَيْن مَنُو مَقَعَابٍ فِي حَاجَ لَا أَمْشِي مَعَ أَخٍ نَكِرَ مُعْرًا تُلْقَ يَنَا دَرْكَ يَسْكُمِدْ كَتِهِينَ يَسْكُمِدْ بِسِنس بَدَ اللَّذِهِينَ لَاكِ مُحِي يَلِي مُسْلِن يَنَا كُنُ حَرَمْكَ يَنْتِنُو رَمَضَان يَسْأَرِيَدَيْنَ قَادَنُو يَنُو لَعَقْبِحِنُو يَنُو تِغْرِكَ قَوْسَنُو يَنُو لَاكِرَيْسَنُو أَيَّنُو تَغْنَا مَسْجِدَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَضْوهَلْ كَنْفَرْيَمْ مَنْتْ أَجْرِكَ نَبِي مَحَمَّدْ بِلْدَنُو شَقَيْسَنُو يَنْو لَاكِرْيْسَنُو يَسْكَيْسَنُو يَنْو لَاكِرْيْسَنُو In conclusion, the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said one of the advices that he gave to this young man he said وَلَا أَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ فِي حَاجَ he said for me to go and aid my Muslim brother in his need is more rewarding than me as Muhammad صلى الله عليه وسلم doing اعتكاف his own message for a month for 30 days not a one day not a week not ten but for 30 days all you have to do is find a Muslim who is in need of your help assemble as if it's raining and you have the umbrella with you walk him to his house you earn a reward that messenger of Allah could earn in a month with Jibreel عليه السلام حاجة anything mashaAllah look Muslims when we come our shoes tabarak Allah we don't even know how to organize our shoes if a Muslim says I'm gonna just organize these shoes for the message for the brothers that is more rewarding than the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم doing اعتكاف in his message according to this hadith so yeah ibadallah on your way you don't need to go to Masjid al-Nabi you don't need to spend money you don't need to buy a ticket you don't need to rent a hotel you can achieve that right here in Nakhru in your city in your community in your masjid be a helping hand for others be someone that when people see they say wallahi nikkas he's a good guy be someone look at your neighborhood you have garbage all over in all Africa tabarak Allah you know look I'm staying I'm staying in a hotel in Nairobi and this white old lady she went to the hotel reception and she said give me a garbage bag garbage bag this is a nice hotel and she started collecting garbage outside of the hotel she's not a Muslim and she said I thought to myself why couldn't I do that you know what are you saying I say I say I say I don't think you have to be a shish shish you have to be a shish you have to be a or that you have to be a Islam to go to the hotel هذا ما قاله لأنه يفنسا ودن كلمات ولكلمات برتيك بحيسا لكن لا يدينها تدك حشيشك أركيا نبينا صلى الله عليه وسلم وحو إنه برأ إنه تدك عينه آوينه صدح النصيحة بأنه حديث قال لنا كو إلهي تدك وحو أفر قال لنا كو وحو غوش عليها تدك تدك أنفع قال يا مسلم لبا كدد دال إنا دواها كفرح سيد هكا نحنن هكا نحنن كفرح صدح كي عريس هايسو كدد القات هأرنن طلبوا لي don't say that طلبوا لي هأرنن تأفراد تدك مسلمين تأيي قال لأعيد العاون كرسيد بعاون in a summary we learn four things from this hadith number one الله loves those who will help others number two الله loves when you remove difficulties from others number three الله and his messenger صلى الله عليه وسلم loves when you bring joy to people and number four when you help those who are in need أقول ما تسمعون واستغفر الله اللهم العز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم يسأل لنا أمورنا وهدنا إلى سبل السلام اللهم استر عيوبنا يا أكرم الأكرمين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض اللهم اسقنا بيدك بيد رسولك صلى الله عليه وسلم شربة ما لا نضمأ بعدها أبدا ربنا أتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار واقم الصلاة يرحمني يرحمكم الله